سيرين يعني هذا هو بصراحة صلب الموضوع اللي نحنا حابين نحكي فيه وبما أنك أنت الشخص يعني تعرض لهذا التنمر تمام؟ تعرض لهذا التنمر بالعمل باعتبار أنك أنت كنتي الأنسة الوحيدة بالشغل وأنت كنتي الإنسان المضطرة للشغل كرمال أنك تقدري تنتقلي من مكان لمكان تاني طيب أنت برأيك بخضم التجربة اللي أنت عملتها من وين جاي هذا الشي؟ ليش الناس بمجتمعنا العربي بتفكر بهذه الطريقة؟ طبعاً نحن ما عم نعمم تعميم ممنوع بأي مجال بأي شيء ولكن بموقفك بالحالة اللي أنت كنتي فيها أكيد أنت سألت حالك ليش الناس بتفكر بهذه الطريقة؟ ليش أنا لازم أكون المزنبة وليس الشخص الثاني؟ ما بعرف كيف يفكره تماماً ولكن من مبدأ أنه رجاله صح له أنه ما رح يقول لا أنه والله إذا صح له يعني هيك فكره العالم صح له ما رح يقول لا طب ليش ما يقول لا؟ طب ما هو كمان ما وراء أهل ربه ما في شيء بالتربية عنا بأنه أو بأخلاقنا كمسلمين أو غير مسلمين كمجتمع شرقي نحن متحفز في أنه لا تربى الولد من هو صغير أنه لا يا ماما هاي البنت ما تقرب عليها ما تضربها عيب تعمل كذا عيب في عندها حدود في عندها شيء أنت تعلمتي من هذا الشيء؟ كتير شو الشيء اللي تعلمتي؟ اللي تعلمته بأنه للأسف للأسف بيقصفني كتير أني رح أقول هذا الشيء نحن كمجتمع شرقي بكل أطيافه وألوانه بكل فئاته معنا شيء اسمه حدود مع المرأة ما في أبدا أي حدا أي حدا وخاصة لأرباب العمل أو بمكان عمل هو بيحس حاله أنه هو مباح له أو بأنه هو قادر أنه ينتهك خصوصيته بأي شيء يعني عم بلك لدرجة بأنه أنا صار بعد ما تعرضت لهذا الموقف السيء وأنا جيت حكيت عنه بأنه أنا فلان فلاني ساوى تصرف يعني عمس فيه تصرف مو منيح أنا ماري مرتاحة فما كان إلي خبر بأنه الشيء اللي رح يصير من بعد هذا الموضوع بأنه المعاملة رح تتغير معي نظرة الموجودين رح تتغير علي طريقة الحكي معي من من رأس الشركة تغيرت نعم بتذكر أنه كان عبي يحكي معي عبي يقول لي أنت اللي تسببتي بهذا الشيء أنت اللي عطيتي مجال والحقيقة بأنه أنا الشخص هذا هو كان عبي يهمني بأنه هو مثل أخي لي مثل الشخص اللي اللي هو رح يساعدني كيف أني أنا أنجح بهذا العمل نعم نعم بما أنه هذا كان شخص وشي بيوشه دائما هذا الشخص بنظري كان محترم هذا الشخص كان ابن مدينتي ابن عائلة معروفة يعني كنت أنا يعني مرتاحة يعني أنا يعني لا يعني هذا فطري هذا موضوع فطري أني أنا بمكان غريب أنا ما بعرف ولا حدا أنا بدي أحس بالأمان أنا بدي مثلا شيء ارتكي عليه أحس بالأمان أنه في حدا مثلا إلي أخ صديق أنه يكون صارت معي مشكلة صار معي شيء معين أنا ما كان إلي خبر رح يتم استغلال هذا الشيء أنت كان برأيك أنك إذا بتروحي على الكميونيتي تبعيك اللي هي العرب أو مثلا حددت رحكم مرتاحة أكتر تماما فحتى لازم تكوني مرتاحة أكتر طلع العكس تماما لأنه أنا لو كنت بشركة ألمانية ورحت لعند الشيف وحكيت هذا الشيء كان ما بقي هذا الموظف بالشركة ما كان قال لي أنت اللي عملتها أنت السبب نعم أنت السبب ولأ وصار يتدخل بحياتي الشخصية يعني صار أنه مثلا إذا في شيء شخصي بيخصني أو انسأل عني بطريقة ما بتذكر بأنه هاي صار مع الكزا اللي بوقتها حكت عن التحرش أنه صارت هاي الكلمة أو هاي الحادثة اللي صارت معي صارت تستخدم ضدي أنه ايه هاي يعني أنه خلاص هاي صار مباحة يعني 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 هذا الكلام اللي أنت عم تقوليه بصراحة يعني أنا أحيانا كون عاجزة عن الكلام وأتقولي أنه والله شخص تحرش فيك لفظيا معنويا أو ممكن جسديا وبنفس الوقت وأنا المزنبة وأنت المزنبة لأنه أنت اللي اللي فتحت له المجال برأيهن لأنه كتبتي على حسابك الخاص كلمات عاطفية ممكن أنت شعرت فيها ولكن ما كانت تجاه أي شخص من المحيط للعمل تماما وإن كانت هذا الشي طول ما أنا أنا عم بكتب عم بكتب شي على صفحتي أنا من عشر سنين بكتب من قبل ما يكون في فيسبوك أفوت على المنتديات وفجل حالي وأكتب أنا من عشر سنين بنشر فما حدا له علاقة بحيات الشخصية طول ما أني أنا على دانكن على الصراط المستقيم طول ما أني ما عم بزعج حدا ما حدا له علاقة بحيات الشخصية طيب هاي هذا الكلام اللي أنت عم تقولي له علاقة بالحرية نعم وفي كتير اليوم كتعم بقرأ مقالة عن الحرية وكيف منظور الحرية من منظور كتير جنسيات وكتير لغات وشو ترجمت كلمة حرية بالمعنى العام يعني فيعني هدون الأشخاص أو في كتير أشخاص ما حنقول كل الأشخاص وإنما كتير كان في الأشخاص عم تنادي بكلمة حرية وحاب الحرية بشان هيك كمان هنين ممكن يكون لسبب آخر أو لمنسبة 90% هنين ووصلوا لهذه البلاد كرمال الحرية اللي هنين عم ينادوا فيها فوقت وصلوا لهون وشافوا أن الحرية مو نفس الحرية اللي هنين كانوا متخيلين برأسهم فممكن هذا الشي كان سبب مؤثر بالنسبة لألون وإنما يعني الحرية أنه أنت تشتغلي وتأنجزي بشغلك وتعطي 100% وتروحي ببيتك بحسابك الخاص الشخصي وتكتبي الشي اللي بدك ياه وما حدا يتعرض لك الحرية بالنسبة لألون أنه هنين يقيدوا حريتك لأنه هذا الشي ما بيتناسب مع الشي اللي هنين بيفكروا فيه هيك أنا قدرت تلخص المشكلة تماما أنه محترم وراقي واسم محترم أنا البنت الوحيدة اللي أنا يمكن قد بلادهم كلهم أكبر مني بكتير أحس في الضعف والانكسار والظلم وما حدا ينصفني بتذكر بأنه حدا من اللي بيمونه أو من أرايب الشيف قال له أنه أول ما أجت على هذا المكان قال نحني هون أخوتك أنت البنت الوحيدة هون أنت أختنا قال له على إجا الجد إجا الجد أنت ما عملت كأختنا وأنت يا فلان فلاني ما أنصفت ولأول مرة أنا بشوف هذا الشيء وبتفاجأ أنت ما أنصفت فأنا بهذا المكان وما حدا أنصفني فما عندي كلمة يعني ما عندي كلمة بتعبر بأنه سنين قضيتها هون والأشخاص اللي ما أنصفوني والأشخاص اللي اللي ظلموني أو أشخاص أنا مو بس هاي التجربة بشكل عام أنه الأشخاص اللي كان لهم دور كتير كبير بأنه ممكن أني أنا انكسر بس هذا الانكسر أنا عندي هو انبطاقة لشي قوي كتير انبطاقة لجناحات أقوى من اللي انكسروا أنا صح صار معي كل هذا الشيء ولكن بتذكر أني أنا بآخر يوم قررت في أني أنا ضل بهاي الشركة أنا كان مستعدة أني أنا ما يكون عندي ليرة بجيبي بس أنه ما يضل بهذا المكان طيب هذا الكلام طبعا مو أسف يعني ولكن بما أنك أنت تعرضت لهذه المواقف كلها وأغلبها أو كلها كانت من ناس بيحكوا اللغة العربية خلين والبيغد النظر عن الجنسية وبيفكروا بطريقة يعني ممكن تكون مشابهة للطريقة اللي أنت كنت بفكري فيها فأنت تعلمتي من هدون المواقف يعني وكانوا العديد من الأشخاص يعني ما كان شخص معين بعينه وإنما كثير من الأشخاص فنحن ما بنا نحدد مكان محدد فشلو بتفكر سيرين هلا سيرين بتفكر بأنه راحتي الشخصية هي أهم من أي شيء وحدود الشخصية هي أهم من أي شيء مستحيل أقول أي على أحسابي الشخصية على حساب كرامتي على حساب نفسيتي صح الشيء اللي تعلمته أنه نفسيتي هي أهم من المركز من المصاري من المكان الاجتماعي أنه أنا عم بشتغل بهذا المكان لا راحتي النفسية أهم وبأنه ما أسمح لأي حدا بس لأنه بنتمي لثقافة معينة أنه يكون عنده الجرأة بأنه يحكي عليه للأسف أنا كيف فيني أسترد كرامتي يعني إذا صار الرايح والجاي أنه يحكي بالقصة رغم أنه ما حدا كان مكلف خاطره يسأل عن الموضوع شو صحة الموضوع شو حقيقة الموضوع فما حسنت أني أنا أنصف نفسي وقته وتركت هذا الموضوع على رب العالمين ولكن اللي تعلمته بأنه لا 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 سوري ولا ألماني ولا أي جنسية بالعالم ممكن أني أنا أسمح لا تكرر هذا الموقف علي ولو الموضوع أنه بده تابعات قانونية بده شيء مستحيل بأنه وأتوقف وقفة وحدة لازم فعلا نضل للأخير مستحيل هذا الدرس اللي أنا بدي وجهه حتى لكل النساء ممكن هن نتعرض لهذا الموضوع أو هن نتعرض حاليا لهذا الشيء تماما تخيلي معي هلأ أنت أنه الشخص عم يسمعنا وعم يقول أنه هذا الكلام اللي أنت عم تحكي يا سيرين عم متعرض له يوميا ملايين من النساء نعم فكيف أنت فيكي تساديهم شو 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 الحلول اللي ممكن أنت تعطيهم ياها أنا بتفهم أنه فيه كتير نساء ممكن هلأ محطوطين بمواقف أن مجبرين يعني يغضوا نظر عن الإساءة اللي عم بتصير معاهم وعن التحرش اللي عم بيصير معاهم وعن البياخة والسخافة اللي عم بتصير معاهم دائما يعني أكيد هلأ أي مرة عم تسمعني أو أي حدا عم يسمعني عايش هاي التجربة رح يعرف أنه قديش مؤلم يتم الحكم عليها بالمستضعفة الضعيفة المستباحة اللي دائما هي لازم تسمع الزنون وتسمع الأحكام وتتقبل الآراء غصب لعنه وما في عنده شي دافع فيه وإذا دافعت أو إذا حاولت تعمل شي أبسط كلمة عليها أنه شو قوية شو كذا شو أبصر شو 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 بعمرك ما تقولي أي على شي أنت من جواك عارفاني أنه لأ مهما كلف التمن مهما كانت حاشتك لأنه ممكن أنت تحصل على حاشتك بهاي الوقت تصرح تضلي سنين عم تبكي وبأهر أنه كيف أنا سمحت لهذا الشي يصير ما ترك شيئا للعوضة إذا أنت حاس أنه هذا المكان غلط وقلبك عم بيقلك أنه أنا بمكان غلط مكان عم يستبيح كرامتي عم يستبيح راحتي النفسية ما حد عم يعاملة بالطريقة اللي بتليق فيها اللي هي لازم تكون بقمة الاحترام مو أنه يعني هي لازم واجب هي هو واجب عليك أنك تحترم شو من كانت بنطاق العمل ولو أنت الشيف تبعه ولو عندك ورشة خياطة صغيرة أو عندك أكبر شركة لازم الأنسة اللي عندك بالشركة تواجب عليك تحترم مهما كان السبب هذا مو أنه فضل أخلاق منه هو واجب لازم تتذكر أي أنسة بهذا الوضع تتذكر بأنه رئيس العمل والأشخاص اللي معه بالعمل واجب عليهم يحترموها فإذا هي شافت أنه لا ما عم بيصير هذا الشي فتوقف هذا الشي فورا إذا بتحسن حتى تتصرف قانونيا تتصرف ما تخاف إذا طلعت حواليها أكيد رح تشوف ناس أنه ممكن يوقفوا جنبها ممكن تاخد حقها ودائما تتذكر أنه من ترك شيئا للعوضة العوض بيجي كتير حلو يعني أنا بتذكر آخر يوم لما كنت أنا بهذا المكان فتت على دورة المياه وعم أبكي شو بدي يساوي فكنت عم بمسك الموبايل وقلب فشفت مكان تاني وأنا بدورة المياه عم بتتصل على الشركة التانية وعم بنسق موعد وأنا بعد أسبوع كنت مبلش بالشركة الجديدة ما شاء الله عليك يعني محاربة من الطراز الرفيع أي كتير كتير هاي الكلمة أنا كتير بحسها بتصفني كتير يعني كتير أنا بحكي هاي الكلمة عن حالي يعني بيني وبين حالي ما بحكي يا الدام العالم نعم أنه فعلا ما بتخيل بنت كانت قادرة تحمل سنة من العذاب هاد للاقيت شغل تنقل من أكتر من مدينة حكم يعني أحكام ناس قاسية وما عندك ما عندك طريقة أنك أنت دافع عن حالك يعني أنا ما عندي طريقة كيف بدي دافع عن حالي نعم كيف يعني يعني المشكلة أنه نحنا هنا بألمانيا عم نحاول دائما نقرب وجهات النظر خاصة بين العرب والألمان أو باعتبار أنه نحن نحن نحكي اللغة العربية يعني بين العرب والألمان بموضوع الموضوع العنصرية بموضوع التمييز العنصري وما إلى هناك ولكن في عنا مشكلة كبيرة كتير في ناس متغاضع عنا وأنا بتشكرك على جرتك يعني وعلى طراحك هذا الموضوع يعني باعتبار أنك عندك تجارب بهذا الموضوع اللي هي أنه العنصرية بين ولاد الجلد الواحد يعني بلاد يعني اللي بيحكوا اللغة نفسها يعني هاي بشوفها أنا لسه أفضع وأشنع من المشكلة اللي بتتعرض لي من شخص لا بيعرفني لا بيحكي اللغة تبعي تماما ولا له جاية من نفس البارغراون تبعي تماما فيعني هاي المشاكل اللي بصراحة يعني بتزعج وبتأهر بنفس الوقت سيرين أنت قبل المقابلة رأيتي اللي شيك أنت كاتبتي عن هاي التجربة اللي أنت عملتيا وبصراحة الكلمات اللي أنت كتبتية عن جد بتوصف هذا الواقع المرير يعني اللي في كتير ناس مرأت فيه أو أنت مرأت فيه كمان فيعني بتمنى منك تقري لهذا الشي لأنه بتخيل هذا الشي لح يعطي هذا الموضوع حجمه بحيث أنه العالم تعرف لأنه أنت لخصي الموضوع بهذا الكلام بصراحة فبتمنى منك أنه تقرينا مرة تانية وتسمعي العالم شو شي اللي أنت مرأت فيه وشو شي اللي أنت بتتمني أنه ما عدي يصير شي الطريف بأنه هذا النص وقت كنت عم أكتبه كنت عم أكتبه وأنا بالمكان نفسه على لابتوب بالشركة نفسها بوقت هذا النص بالسر أرى أحد المدراء اللي أنا الحمد لله أنه كان شخص الوحيد اللي هو كان واقف معي ولكن هو حتى هو ما حسن ينصفني لطالما آمنت أن الحياة لا يمكن أن تكون وردية ولكل مرحلة صعوبتها وتحدياتها وأنه يوجد شيء اسمه القناعة وهو ما يعطينا التمأنين في الإمكانيات والمسببات البسيطة التي نمتلكها لكن عندما يكون رضا في هذه الحالة على حساب عصابنا وسعادتنا وشعورنا أننا نكتم أكبر مما نتحمل فهنا بالأكيد يوجد خطأ فادح نرتكبه يوميا بحق أنفسنا نحاول أن نكون واقعيين وعقلانيين فنحمل أنفسنا الذنب مرة ومرتين وثلاثة وفي كل مرة تعطي جميع المبررات الساذجة جعلهم يشعرونك وكأنك لا تستحق الأفضل أو أنك أقل مما تعتقد بكثير وأن رضاءهم هو رضاءهم بك وأخلاق منهم وفرصة يستعملونها لحق أعصابك واستخدامك فيما يتناسب مع مصالحهم وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل المال؟ من أجل ورقة تتحكم بك وفي حياتك وجودك في مكان يحجم من قيمتك ويصغيرك بدلا من أن تكبر فيه مكان يجعل ثقتك بنفسك قليل جدا مع نوبات كثيرة من جلد الذات على صغائر الأمو وكبيرها مكان يقلل من احترامك ويؤمنك أنك الخطأ ويلبسك لباس المغلوبين رغما عنك هو أكبر جريمة لحق نفسك مكان لا يحترم عقليتك ولا يؤمن بأفكارك ويقص أجنحتك ويوهمك في البداية أنه المكان المناسب لشخصيتك وأحلامك وأهدافك وتكتشف عكس ذلك تماما المكان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حق وترى الأمور وترى الأمور فيه من جانب واحد ويتم التأثير على صاحب القرار من جميع الأشخاص إلا أنت فأنت في المكان الخطأ 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 وهكذا ألخص تجربتي أسوأ تجربة يعني بصراحة هذا الكلام اللي أنت بلخص تجربة ممكن مو تجربتك بس وإنما تجربة كتير أشخاص يعني اللي ما عندهم حقلة مضطرين نعم ما رأوا فيها يعني بكل الظروف يعني مضرورة فقط بالعمل وإنما ممكن بالمدرسة ممكن بالعائلة نفسها يعني حتى أو فيعني صراحة الواحد أحيان يعني خاصة أنا لو قلت هذا الكلام يعني شي شي محزن بصراحة واقع يعني محزن ومرير ولكن يعني الشيء الإيجابي والظريف أنك أنت هلأ بعد ما مرأتي بكل هدون الأحداث أنت قادر أنك تحكي عنها عن هدون الأصص اللي صارت معك وعم تحاولي كمان يعني بطريعة أو بأخرى أنك أول ناس اللي عم تمر بهذا الشي كرمال أنه يتعدوا لهذا الشي بالرغم من أنه أقرب الأشخاص اللي قال يقوعك تحكي أنه هيك صار معك قوعك تحكي أنك تعرضتي لهذا الشي نعم شو بدأ نحكي العالم عليك نعم اللي رح يخطبك ويتزوجك رح يقول أبصر المجتمع شو رح يقول رح يقول أنه أنت شو كنتي هيك هي المشكلة هي صلب المشكلة اللي عنا بعالمنا العربي أنه نحن دائما متعلقين بالشي اللي بدي يحكي الشخص الغريب اللي نحن تمامنا عرفه وهذا اللي بيهمنا ولكن بالنهاية إذا سيرين وشخص تاني والشخص التالت ما طلعوا وحكوا عن تجربتهم وحاولوا يوعوا الناس فهي المشكلة لاحظ قايمة ولاحظ تتفاقم حتى وتكبر فأنا بتشكرك على جرتك بتشكرك على كلامك الواضح والصريح ويعني نحن نحن يعني أصرين أنه ما نذكر أسماء ولكن هاي الشغلات اللي صارت هي شغلات واقعية وموسقة ويعني ولكن يعني ومؤسفة بصراحة سيرين يعني بنهاية حديثي معك أنا بصراحة بتشكرك من كل قلبي يعني على الكلام وعلى الصراحة اللي أنت أنا بشكرك نعطيتني هالفرصة أنا أحكي شكرا كتير لإلك شكرا كتير لإلك شكرا لإنفتاحك للموضوع كمان ولكن أنا بحب أسأل يعني دايما دولنا ثلاث أسئلة اللي بالنسبة اللي محوريين يعني لكل ضيف إن كان بالعربي أو بالألماني سيرين شلون تصفي حالك بخمس صفات شجاعة محاربة هشة كتير هشة طموحة وهم يعني متكيفة نعم قادرة أني أنا أتكيف نعم يعني بكل بأي شي مو بس بمعنى معين قادرة على التكيف مع كتير أشياء وكتير أشخاص حلو طيب شو بتحبي تقولي أنا دائما بسأل شو بتحبي تقولي للسيرين أو للشخص اللي عمره عشر سنين ولكن بما أنه نحن يعني حلقتنا بخضم موضوع التجربة وخاصة أنه أنت طلعتي بسن الشباب بسن المراهقة أو بعد سن المراهقة بشوي على ألمانيا وشفتي العالم بطريقة مختلفة تانية شو بتحبي تقولي للسيرين قبل ست سنين شو بتحبي تعطي نصيحة كرمال السيرين الحالية أو كرمال السيرين اللي عمرها ستتعاش أو سبتعاش سنة ما تتعرض للشي اللي تتعرض بعمرك ما تصدقي الانطباع الأول الانطباع الأول دائما غلط على عكس كتير ناس بيقولوا أنه الانطباع الأول هو الحقيقي هو اللي بيدوم الانطباع الأول هو الانطباع المية بالمية غلط أنا دائما أنا ممكن حدا هيك يمر جنبي يقول لي كلمة أنا أصدقه للأسف لازلت نوعا ما عم حاول أنه غير هذا الشي لكن كنت سازجي أكتر بكتير من هيك كنت صدق في كل شي فالشي اللي بتمنى أنه غيره أو أني أنا كنت ما أكون هيك أنا ما أصدق الانطباع الأول أبدا أبدا يعني المرة التالتة والرابعة والخامسة والعاشرة ممكن وقتها تقول أنه أنت قادر عن أنه تتحكم شو هو انطباعك الأول ولكن المرة الأولى أول ما تعرف الشخص أول ما تعرف المكان أول ما تكون بأي شي جديد أول الأشياء اللي بتشوفها بأول شي هي كله غلط بس هذا درس كتير مهم بحياتي الانطباع الأول هو خطأ طيب سؤال التالت بيقول شو هي أحلى جملة سمعتيها أريتيها سمعتيها أو أنت ألفتيها بتحبي تقوليها لحالك وقت تكون الدنيا ضلمة يعني يقولون قوية جدا وأعذرهم عن جهل صراعاتي أشغلهم بنجمة حتى أنزوي بفلك مجراتي غطيت جرحي بقصيدة وما أدرك نزف كلماتي يقولون أنني قوية جدا فأسكت عن جراحاتي فلنتظرت أحدا مجاملا ليبدأ في زيف مغاساتي وبنيت صرحا شامخا بدمي وسيف المباراة وأكملت تظاهر حتى أبدعت في لا مبالاة فبحثا ألخص بأنه وبنيت صرحا شامخا بالفعل أنا بنيت صرحة كتير كبير بس شو هو أساس هذا الصرح هو مثل مالكات بأنه دمي وسيف المباراة يعني السيف اللي كنت أنا عم حارب فيه ودمي يعني كناية عن نفسيتي عن أعصابي والعذاب عن الدموع اللي بكيت أكتير عملتلي صرح بالأخير ما خليت شي يكسرني بالعكس بنيت صرح مستحيل يتكسر حكوا أو ما حكوا تعرضت لشي أو ما تعرضت لشي الأشخاص اللي تحكم علي بهالطريقة فهي ناس كامل احترامي لكن ناس ما شافت شي من الدنيا ما تعلمت ما عند ثقافك كافية أو يمكن ما مروا بتجربتي فيمكن أنه هن من الناس المتأسرين بكلام أهاليا وكلام الناس بس الأشخاص اللي بدأت تحكم علي لأني أنا كنت إنساني محاربة لأني أنا كنت بنت محاربة بحياتي لأني أنا سافرت لأكتر من مكان لأني أنا فواتيري أنا دفعتها ما حدا دفع عني أنا اللي وصلت لهذا المكان بجهدك الخاص طبعا من بعد رب العالمين ثم جهودي أكيد أكيد معاد شي يكسرني واللي بدأ يحكي عني إنه والله كذا وكذا وأبصر فبقل له الله معك أنا بحب إلهم الكلاو التعوي والقافلة التسير إنه الأشخاص هتفكر هيك بكل بساطة إنه الله معهم يعني الله يوفقهم بحب إني أنا لقي ناس مثلي ويكون ضمن الدائرة تبعهم اللي ممكن أسميها أتمنى إنه تكون هيك فعلا إنه الناس اللي الناجحة أو يلي بدها تنجح والناس اللي هيك هن لازم يكونوا سوا وجودي مع ناس من غير تفكير هخليني أصير مثلهم وأنا مستحيل أصير مثلهم مشان هيك هنه ما كتير بحبوني فأنا غنية عن هاي المحبة اللي بدي وضحه كمان أنه طريقة الإلقاء تبعي كتير لطيفة وأنت عندك على صفحة الإنستغرام كمان بعض الإلقاءات يعني من الكتابات تبعاتك فأنا أكيد لا أترك الحساب تبعي كرمان للناس تزورك وتشوف الشي اللي أنت عم تعمليه وبنهاية حديثي معك بحب أعطيكي الموبايل السحري دائما أنا بحب أعطيه هذا الموبايل السحري لكل شخص بيجي لعندي وهذا الموبايل تبعتي عن طريقه رسالة SMS لكل الكرة الأرضية وهتكتبيها بلغة حيفهم كل الناس لأنه هو الموبايل السحري فشو بتحبي تكتبي يعني شو الجملة جملة وحدة شو هيكون مص هاي الجملة لا تقبل أقل مما تستحق يا سلام سيرين أنا بتشكرك بشكرا على مجيئك لعندي يعني وعلى الوقت تبعك وأنا استمتعت يعني والرسالة تبعك أنا بتمنى أنه توصل لأكبر عدد ممكن النساء والرجال بحد سوائل أنه بنهاية هاي المشكلة من مشكلة مجتمع كامل يعني فشكرا كتير لعليك أنت شكرا منعليك كل التوفيق أجربة كانت كتير رائعة شكرا